جدلني تواصلوا في الشارع العراقي بسبب الانتخابات البرلمانية التي شهدها العاشر من الشهر الجاري بعض العراقيين عد النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات عادلة كونها توافق تطلعات الجماهير لإحداث تغيير في المشهد السياسي والله أنا سعيد جدا كون القانون الجديد قانون الدوار المتعددة أنت مفعولة من خلال أنه نقدر نوصل أكثر من مستقل للمقاعد البرلمان الشارع العراقي كان يتمل خيرا ولو بصيص أمل في النفق المظلم الذي رسمته السياسات المتراكمة على مدى 18 عاما جانب آخر من المواقف الشعبية على نتائج الانتخابات عكس رجود فعل غاضبة واتهامات لمفوضية الانتخابات بالتلاعب والتزوير بالتأكيد حدثت حالات من التلاعب والتزوير بسبب عدم دقة الهيئة العليا للانتخابات المفوضية كذلك الإجراءات التي تبعت من تعطيل الأجهزة هناك تزوير كبير جدا بدليل تم عادة فرج الأصوات يدويا وهذا يدل أن هناك طبخة مرتبة مسبقا وانتهت مفوضية الانتخابات من عد وفرز أكثر من 3600 محطة انتخابية عقب أعلانها النتائج الأولية بعد انتهاء الاقتراع بـ 24 ساعة ونشرت المفوضية على موقعها الفائزين في الانتخابات العراقية ولا يعد إعلان المفوضية العليا لنتائج الانتخابات نهائيا دون تصديقها من قبل المحكمة الاتحادية العليا في وقت تواصل فيه المفوضية استقبال الطعون والاعتراضات والعمل على معالجتها حيدر الجابر الحرة